وعلى الرغم من إيجابية إلزام المواطنين الامتثال لقانون مطابقة سكناتهم قبل صدور قرار تهديم البنايات إلا أن هذا القانون لا يعود بفائدة على نشاط الوكالات العقارية وكذلك الموثقين المزيد من التفاصيل مع ناسيم الوافي لم تكد الوكالات العقارية تنتهي من إعادة ترتيب أوراقها بعد إلزام الحكومة هؤلاء التعامل بالشيك حتى جاء قانون 15 صفة ثمانية الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها كالصاعقة عليهم خاصة وأن غالبية السكنات والمحلات الموجهة للكراء لا تطابق المعايير غير بعيد عن الوكيل العقاري يجد الموثق نفسه أيضا في قانون قلب الأزمة فمنع الوصية الموثقة من تحرير العقود التي لا تحوي على وثيقة مطابقة يعود سلبا على نشاطهم هذا القانون سوف يؤثر بشكل مباشر على وثيرة عمل الموثقين وكذلك على أغلبية العديد من المواطنين الذين يعتمدون في دخلهم على إيجارات عقاراتهم وهنا الموثقنا هو مضطر إلى احترام القانون وبالتالي الامتناع عن إبرام عقود الإيجار ابتداء من دخول هذا القانون حيث التنفيذ نحن أيضا نتأثر بما يتأثر المواطن فنحن نؤثر ونتأثر حيث أن المعاملات اليوم يستنقصوا كثيرا ونحن نعلم جيدا أن الموثقين يعني معظمهم أيضا يعملون العمل بتاعهم خاصة يعني معامل كبير هو فيما يخص هذه الإيجارات رغم أن قانون 1508 من شأنه إعادة الهيبة لواجهة الجزائر غير أنه عملة بوجهين وسيف ذو حدين خاصة على الموثقين والوكلاء العقاريين شكرا